تسبب الإعصار شانشان شرقي اليابان بإصابات وجرحة وانقطاع للتيار الكهربائي وأضرار مادية وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن عدة أشخاص أصيبوا في حوادث مرتبطة بالتقس شرقي البلاد بينما انقطعت الكهرباء عن نحو 1800 منزل في الوقت الذي تم فيه إلغاء أو تأجيل نحو 100 رحلة طيران وبعض خدمات القطارات اشتركوا في القناة